أساليب جمع البيانات تتم المفاضلة بين الأساليب المستخدمة في جمع البيانات حسب الهدف من البحث وحجم المجتمع محل البحث والميزانية المرصودة للبحث وبالتالي يمكن جمع بيانات الدراسة والبحث بأحد الأساليب الآتية رقم واحد أسلوب المسح الشامل في هذا الأسلوب يتم جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع محل الدراسة والبحث أي أن هذا الأسلوب يمكننا من الحصول على البيانات والمعلومات من كافة مفردات المجتمع الأصلي وبالتالي فإن النتاج التي نحصل عليها لا يوجد بها تحيز ولا تحتاج إلى تعديل ولكن تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين والأمثلة التالية توضح ذلك لمعرفة أراء طلاب جامعة الملك خالد حول موضوع معين نحتاج إلى جمع البيانات حول هذا الموضوع من جميع طلاب جامعة الملك خالد التعداد السكاني الذي يجرى من قبل الدول كل فترة دورية لمعرفة مقدار الزيادة في حجم السكان اختبار كفاءة الأجهزة التي ينتجها مصنع معين عيوب ومزايا استخدام اسلوب المسح الشامل في جمع البيانات عيوب استخدام اسلوب المسح الشامل في جمع البيانات رقم واحد ارتفاع التكاليف وذلك لأننا نقوم بجمع البيانات من جميع مفردات المجتمع محل الدراسة والبحث وبالتالي نحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال رقم اتنين يحتاج اسلوب المسح الشامل في جمع البيانات إلى وقت ومجهود كبير وذلك لأننا نقوم بجمع البيانات من عدد كبير من المفردات رقم ثلاثة يحتاج اسلوب المسح الشامل في جمع البيانات إلى عدد كبير من جمع البيانات حتى يتمكنوا من جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع محل الدراسة والبحث رقم أربعة قد يؤدي جمع البيانات باسلوب المسح الشامل إلى إهلاك بعض المجتمعات نظرا لطبيعتها على سبيل المثال لاختبار كفاءة المصابيح الكهربائية الذي ينتجها مصنع لإنتاج المصابيح الكهربائية نحتاج إلى تجريب كل إنتاج المصنع من المصابيح وبالتالي يؤدي إلى إهلاكه مزايا استخدام اسلوب المسح الشامل في جمع البيانات رقم واحد عدم الوقوع في أخطاء المعينة وذلك لأننا نقوم بجمع البيانات من جميع مفردات المجتمع الدقة العالية والمصداقية رقم ثلاثة الوضوح والتفصيل ثانيا أو الإسلوب الثاني من أساليب جمع البيانات إسلوب العينة العشوائية في هذا الإسلوب تم جمع البيانات من مفردات عينة مختارة من المجتمع وتمثله ويستخدم هذا الإسلوب في حالة تعذر استخدام اسلوب المسح الشامل في جمع البيانات على سبيل المثال عند معاينة دم المريض يتعذر استخدام اسلوب المسح الشامل وبالتالي نستخدم اسلوب العينة أو عند إجراء تعداد لعدد من العدد أسماك البحار هذا المجتمع يكون غير محدود وبالتالي يتعذر استخدام اسلوب المسح الشامل في جمع البيانات يتوقف نجاح اسلوب العينة في جمع البيانات على عدة عوامل وهي رقم واحد كيفية تحديد حجم العينة رقم اثنين طريقة اختيار مفردات العينة ثلاثة نوع العينة المختار والامثلة التالية توضح ذلك لدراسة نسبة المتزوجين في مجتمع ماء نختار عينة من هذا المجتمع ونعمم نتائجها على هذا المجتمع على سبيل المثال أيضا لدراسة متوسط عمر المصابيح الكهربائية التي ينتجها مصنع ماء لقياس كفاتها رقم ثلاثة دراسة تأثير جهزة الكمبيوتر والانترنت على الأطفال نختار عينة من الأطفال ونقوم بتعميم نتائج دراستها على هذا المجتمع عيوب ومزايا استخدام اسلوب العينة في جمع البيانات أولا مزايا استخدام اسلوب العينة في جمع البيانات رقم واحد انخفاض التكاليف لأن حجم مفردات العينة يكون أقل من حجم مفردات المجتمع رقم اثنين يحتاج إلى وقت ومجهود أقل رقم ثلاثة لا يحتاج إلى عدد كبير من جميع البيانات ولكن عيوب اسلوب العينة في جمع البيانات رقم واحد الوقوع في أخطاء المعينة والتحيز رقم اثنين الدقة العالية والمصدقية منخفضة وذلك لأن نتائج العينة تقريبية رقم ثلاثة عدم الوضوح والتفصيل الاسلوب الثالث من أسليب جمع البيانات اسلوب السلاسل الزمنية في هذا الاسلوب يتم رصد البيانات التي تعبر عن ظاهرة الماء عند نقاط زمنية متتالية النقاط الزمنية قد تكون سنة أو شهر أو أسبوع أو يوم وكذا على سبيل المثال حجم الصادرات السنوية من سلعة معينة انتاج شركة معينة خلال فترة من الزمن رقم ثلاثة أو على سبيل المثال أيضا مبيعات شركة معينة خلال فترة من الزمن على سبيل المثال أيضا حجم التعاملات الربع سنوية في البورسة ترجمة نانسي قنقر